السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوريطا بعد قرار مجلس الأمن المغرب لن يتساهل في قضية الصحراء وعلى المنورسو ألا يتجاوز الخطوط الحمراء قال وزير الخارجية ناصر بوريطا أن المغرب يتعامل مع التعيينات الأممية الأخيرة من مبادئه أنه دولة وطرف مسؤول يتعامل مع الأمم المتحدة بشفافية ومسؤولية وأضاف بوريطا خلال ندوة صحفية أمس الجمعة على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية بعتة المنورسو لمدة سنة واحدة أن المغرب واضح وعارف بالمسؤولية والاختصاصات الموكلة لهؤلاء المبعوثين الأمميين والتي يجب أن يترجمونها المسؤول المغربي أكد أن المغرب يحترم جميع قرارات الأمين العام للأمم المتحدة لكنه يبقى حذرا ومتيقذا وكشف بوريطا أن المغرب كان مترددا من تعيين رئيس المنورسو الجديد لكنه قال نعم بعد ذلك بسبب طلب الأمين العام للأمم المتحدة لكن يبقى مدى احترام الاختصاصات والمسؤوليات وبخصوص ديمستورا قال بوريطا أن المغرب تريت أيضا في قبوله وكان له تساؤلات قبل أن يتلقى عليها أجوبة وذكر أن المغرب سيتعامل مع الاثنين في إطار محددات القرار الأمم الأخير وبحسنية ناصر بوريطا وزير الخالجية المغربية أكد أن قضية الصحراء بالنسبة للمغرب هي قضية وطنية وليست للتساهل والإرضاء مشددا على أنه يبقى حريصا على أن لا يتجاوز أحد الخطوط الحمراء ترجمة نانسي قنقر